التعليم الأسئلة المتدولة لامتحانات الأحياء والفلسفة والجبر والهندسة الفراغية لطلاب السنوية غير صحيحة كطار السنوية العامة يصل محطاته الأخيرة اليوم بعقد امتحانات الأحياء لطلاب شعبة علم علوم والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية والرياضيات البحثة الجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علم رياضة وسط إجراءات مشددة من وزارة التربية والتعليم لمواجهة الغشة الإلكترونية مشاهدي ومتابعي تلفزيون الوطن في كل مكان أهلا وسهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة منذ ساعات قليلة وتحديدا فجر اليوم الخميس الموافق 13 يوليو الجاري زعمت العديد من صفحات الجش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي عن تداول امتحانات الأحياء والفلسفة والمنطق والجبر والهندسة الفراغية والذي يؤدي الطلاب الآن اللجان الامتحانية عليها وعشان كده وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أن كل الأسئلة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي غير حقيقية وغير صحيحة ولا تمت الامتحانات اليوم بأي صلة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أن جميع أسئلة امتحانات السنوية العامة مؤمنة تماما ضد التداول ولا يستطيع أي شخص الوصول إليها وإن الوزارة نجحت تماما في الحد من ظاهرة الجش الإلكتروني وذلك بعد تشكيل فريق مكافحة الغش الإلكتروني داخل جرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة وأيضا تركيب كاميرات مرأبة داخل اللجانة الامتحانية وأن هناك عقوبات صارمة على جميع الطلاب الغشاشين لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب تلفزيون الوطن تواصل مع العديد من المسؤولين عن تسيير امتحانات السنوية العامة داخل جرف العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والذي أكدوا أن الأسئلة المتدولة على مواقع التواصل الاجتماعي لامتحانات الأحياء والفلسفة والمنطق والجبر والهندسة الفراغية غير حقيقية ولا تمتل أسئلة الامتحانات بأي صلة وقالوا أن أسئلة امتحانات السنوية العامة مؤمنة تماما ضد التداول وهناك تأمين كامل وشامل لمراكز توزيع أسئلة الامتحانات خليني كمان أقول لكم أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتتابع سير امتحانات السنوية العامة في جميع اللجان الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية من خلال جرفة العمليات المركزية بالوزارة مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي طالب يشارك في أعمال غش وأن الوزارة حريصة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وتحقيق العدالة الكاملة بينهم وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات السنوية العامة تسير بشكل منضبط ولا يوجد أي معقات تؤثر على سير الامتحانات وجميع حالات الجش التي تم رصدها حتى الآن وعددها 37 حالة تم تحويلها للشؤون القانونية في الوزارة لاتخاذ الإجراءات الصارمة ضد الطلاب الجشاشين كمان خلينا أقول لكم أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شدتت على تفتيش جميع الطلاب ذاتيا من خلال العصر الإلكترونية قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية للحد من ظهارة الجش الإلكتروني والعمل على تسير الامتحانات دون حدوث أي معقات تؤثر على سير العملية الامتحانية الدكتور ردح جازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكد أن الوزارة نجحت في تسير أعمال امتحانات السنوية العامة دون حدوث أي معقات كما نجحت في الحد من ظهارة الغش الإلكتروني وأن جميع الأسئلة اللي بيتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي غير حقيقية ولا تمتل الحقيقة بأي شيء الدكتور ردح جازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكد في تصراحات لتلفزيون الوطن أن فريق بكفحة الجش الإلكتروني نجح في ضبط 37 حالة الجش في امتحانات السنوية العامة منذ بدايتها وحتى الآن وأن أعمال التصحيح تسير بشكل منتظم وأن كل طالب في السنوية العامة سيحصل على درجاته التي يستحقها ولن يزلم طالب وبكده تكون انتهت نشرتنا الإخبارية شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة